وخليني برضه أقول لحضرك على حاجة ومعلومة من جوه اللجنة إن الكابتن محمد عادل أو طاكم الحكام في التحقيق ما اللي حصل في اتحاد الكرة اتحسبت راكلة الجزائق وكابتن محمد عادل حسبها مش عشان تلعت من الكرة من الأرض في إيده لأ وهي نزلة هو قالك وهي نزلة لمست إيد نيمار وبالتالي تم احتسابها مش عشان الكرة نزلت هذه معلومة جديدة ده اللي تقال في القعدة إن الكرة لأ مش راجعة من الأرض على إيده لأ ده هي الكرة نزلة خبطت في إيده لو يعني لما يقفها بقى لمسة في إيده وهي نزلة ولا مش لمسة دي ممكن يبقى إيه محل جدل ومحل شك لكن فكرة بقى إن إحنا إنت فيه كلاجنة حكام أما تطلع تقول مثلا لا راكلة الجزاء صحيحة أو تطلع توضح ده لو ده حصل زي ما احنا بيقول كده المعلومة اللي عندي وده حصل اطلع وضح وقول إن تم احتساب راكل الجزاء الزمالك عشان الكرة وهي نزلة لمسة إيدني مور مشوية بتضربت في الأرض طلعت من الأرض على إيده اطلع أمن الحكام بتاعك لكن أنا شايف إن لجنة الحكام كان بتحاول تخلص على محمد عادل وبالتالي اتحسعوا والنار طلتهم وده اللي حبتنا في الأزمة دي حفرت حفرة لأخيك طبعا وطعت فيها طبعا وهم بيحاولوا أؤمنوا نفسهم دلوقتي على فكرة سواء كابتن محمد فرق أو كابتن بوري منور الدين بيحاولوا أؤمنوا نفسهم دلوقتي وملتزمين الصمت عشان خوف من أي قرار ولكن القرار صدر طبعا